قالت الشرطة العراقية أمس السبت أن عدة مناطق في جنوب بغداد ومدينة البصرة جنوب العراق تعرضت لهجمات انتحارية بسيارات ملغومة ليلة الجمعة مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا في حين أعلنت جماعة متطرفة مسؤوليتها عن الهجوم أو الهجمات تعرض جنوب بغداد لهجمين انتحاريين بسيارتين ملغومتين يوم الجمعة وقالت الشرطة العراقية يوم السبت أن أحد المهاجمين قاد سيارة محملة بالمتفجرات نحو نقطة تفتيش للشرطة بمنطقة أبو تشير جنوب بغداد وفجرها مساء الجمعة الماضي وعندما تجمع الناس بالخرب من الحادث انفجرت سيارة مفاخخة أخرى وتسبب الهجومان بمقتل 19 شخصا على الأقل بمن فيهم العديد من رجال الشرطة وإصابة 20 آخرين بجروح إلى جانب ذلك وقع جمال انتحاريين مساء جمعة الماضي أيضا في مدينة البصرة جنوب العراق والتي تعد من المناطق الرئيسية المنتجة للنفط وقالت الشرطة العراقية يوم السبت أن سيارة مفاخخة انفجرت بالقرب من نقطة تفتيش على الطريق المؤدي إلى البصرة مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وخمسة ركاب كانوا في سيارة مجاورة إضافة إلى إصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح وبعد ساعات قليلة حاصرت القوات العراقية مهاجما انتحاريا آخر على الطريق المؤدي إلى البصرة فقام بتفجير سترته الناسفة مما أدى إلى مقتله لكن الحادث لم يتسبب بوقوع ضحايا آخرين هذا وأعلنت جماعة متطرفة مسؤوليتها عن الهجمات الانتحارية الأربع جدير بالذكر أن معركة استعادة الموصل شمال العراق قد دخلت مرحلة نهائية وأشار محللون إلى أن المتطرفين قد يطلقون هجمات انتقامية